عام الفضائح والمشاكل وسبائك الذهب اللي ملها الصاحب سقور المخابرات العامة المصرية تنجح نجاحا مبهرا في عملية جديدة استطاعت فيها تقديم رشوة لواحد من أهم السياسيين الأمريكيين وزوجته عباس كامل مدير المخابرات العامة صديق السيسي ذراعه الأيمن مدير مكتبه السابق يمنح شركة يديرها رجل أعمال قبطي احتكار تصدير اللحوم الحلال للولايات المتحدة وصاحب الشركة بدوره يدفع راتبا دوريا لزوجة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وزوجة السيناتور تبلغه بقائمة مطالب مصرية مقابل حزمة من الرشاوة والأموال وسبائك الذهب مئات الآلاف من الدولارات وسيارات فارهة وعقارات باهظة الثمن وذهب المصريين الذي لا صاحب له كلها رشاوة دفعها السيسي وعباس كامل للسيناتور بوب مندنز من أجل الإفراج عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية للقاهرة بعد طائرة زامبيا وفضيحة تهريب الذهب وتورط رجال المخابرات العامة ومحمود السيسي فيها استيقظنا على فضيحة جديدة أبطالها هم رجال الجهاز الأقرب لعبد الفتاح السيسي غاب البرلمان عن المحاسبة وغاب الإعلام عن كشف الحقيقة وغابت أجهزة الدولة الرقابية عن تقديم الفاسدين واللصوص إلى العدلة وغابت النيابة العامة والقضاء عن محاسبة المجرمين ولو كانوا في مواقع السلطة فأصبح ذهب المصريين بلا صاحب وأصبحت أموال الشعب ملكا للسيسي ولعباس كامل ورجالهم وأصبحت فضيحة السيسي ورجاله حديث العالم